تصفية. لا يا فن. الشركة كانت ممكن تستمر. نعم. بدليل ان الجمعية العمومية تعرض عليها رؤية مستقبلية. لم ينظر اليها باستمرارية الشركة وخلال تلات سنين هسلمكم الشركة اه عم حقاها نقطة التعادل. ده اللي كنسية الفين وتسعة عشر لزنة. لا 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 خدف احتاشر واحد اول امبارح. كمان. اه. والحقيقة اه انا بقدر او بحي او بسمن جهود رئيس مجلس البراء والعضو المنتدب ان هما طلعوا من ضمرهم هذا الكلام. نعم. لان هما هما يعني يجيين في مرحلة صعبة. ولكن قدموا رؤية مستقبلية تدعو للتفاول والطمأنينة. اذا لماذا يحدث ذلك? اذا لماذا? ولم ينظر صينها ولما يعني اه القرار اه اتقارى وما حدش اقارى بصرها. نعم. حاجة يا حاجة في الامر الغريب وهذا قرار صادم لجميع المصريين لهذه القلعة الصناعية. نعم. هذا قرار صادم. هذا قرار صادم لعمال اه لحديد والصرب ولعمال مصر كلهم. نعم. يا استاذ مصطفى اه 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 فيها مقاومات وفيها اه اه انتاج وفيها يعني 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 الفترة الليلة اللي مسكها رئيس مجلس البراء الحالي بكل التضاهر اللي في الشركة ولكن حقاها انتاجية. صحيح. واجابوا اجور العمال. صحيح. خمسين مليون جنيه. وانا بيه بالاكسجين بناخدها من حديد الصلب ده. بان سنة. صحيح. بنقبض الاكسجين من ساعة ما كورونا بدأت. صحيح. عاز اقول يا يا فندم ان هما اما 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 الشركة قبضة دفعت الاجور عشان هما اللي كانوا منعين الفحم منعين الانتاج. انما كنا قادرين على ان الاجور جاية. وهم اللي وقفوا الفحم عشان كده ما كانوا بتفعل اجور. وهم اللي عاوزين كده عشان يقول الشركة متنتجش. اي. انما اللي حصل ده كارثة. والشركة دي فندم صدارة وزراء. وصدارة رؤساء شركات. ومهندسين. وفنيين. ويكفينا فخر. ان احنا رحنا للعرب كلهم عملنا مصانع حديد هناك. صحيح. ده بخلاف اتنين وطلاثين مصدع تدع من راح من راح مهزين الشركة في مصر. بالقطاع الخاص. نعم. ولا يقعد يقول الشركة بتقسر الشركة بتقسر الشركة بتقسر الشركة. الشركة منزق لشأت وهي بتخدم الدولة. نعم. وما كان وما فيش في سنة حققت ارباح. نعم. شركات القطاع الخاص اكبر الشركة اللي هي شركة العزم حققها ارباح اه خسائر في الموسم ده تسعة عشر عشر اتنين مليار. مهم. طماعة الحديد في العالم كله بتشتكي. وبعدين انت غليت علي الطاقة. صحيح. كم ضعف. نعم. سعر الغاز يا فندم والولقارة. سعر الصرف ايضا كان له رد سلبي. ايه في السركات كلها. نعم. فهذا الكلام الحقيقي عاوز اعادة مراجعة. نعم. وعاوز فحص. انا بقول لك اللجنة اللي تم تكلفها باخذ القرار في مستقبل المصنع مراحلش المصنع ولا زارته. ولا شفيته. ولا السيد الوزير زار المصنع. ولا حضرتك وهذه كارثة انك تاخد قرار من على المكتب. نعم. الميزانيات والاوراق والكلام ده فيها ما فيها. نعم. وانت تعالى من الادارات كلها متفوتة في الامانة. نعم. وكان فيه كذا وكذا وكذا. نعم. انما اللي بيحصل بدا. نعم. ده موت للصناعة الوطنية لاكبر شركة في الشرق الاوسط.